ثم أحبائي اختارهم ليكونوا معه بحسب بشارة مرقص يعني يعيشوا في محضره قبل أن يخرجوا للعالم يتزودوا بالقوة بالشركة مع يسوع المسيح أن لا يرتبكوا بأعمال الحياة الغير مثمرة ولا مجغوليات هذه الحياة كان عندهم تركيز الرسل أنا بقصد وكل التركيز هو إعلان يسوع المسيح دعاهم أن يكونوا رسل والمرسل هو المكلف بمهمة مبعوط سفير ليسوع المسيح حاملا كلامه ومحبته وصفاته كماله وجماله ومثاله أيضا فكان بالنسبة ليسوع كل شيء أعلنوا للبشر ثم دعاهم أحبائي حتى يكونوا كارزين يعني الكارز هو اللي بيحمل الأفكار مثل ما ذكرت مش رأيه الخاص فكر يسوع المسيح يعني بيكملوا برسالة وإرسالية المسيح حتى يبلغوها للناس والرسالة مثل ما سمعنا اكرزوا اشفوا مرضى طهروا برسل أقيموا موتى أخرجوا شياطين هذه بكل بساطة كانت إرسالية التلاميذ كانوا من صيادين السمك تبعوا يسوع المسيح وهذا مش معناته ما فيش دور للنساء مريم المجللية ونساء أخريات اللواتي خدمنا يسوع المسيح مريم المجللية كانت من أوائل الشهود شهدت لقيامة يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة